أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج سوها جندي أكدت حرص الدولة على جذب استثمارات المصريين بالخارج جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لاستعراض أهم إنجازات الوزارة خلال عام إلى جانب نتائج مؤتمر المصريين في الخارج النسخة الرابعة والذي عقدته الوزارة في 31 يوليو الماضي وأوضحت الوزارة أن الحكومة عقدت على إنشاء شركة المصريين بالخارج لاستثمار كما سيتم تأسيسها برأس مال قدره يصل إلى مليار دولار بالنسبة للشق الاقتصادي كان هناك حرص من المصريون في الخارج على أنهم يطالبوا بإعادة فتح مبادرة السيارات مرة أخرى وده معروض أيضا للنظر على دولة رئيس الوزراء وعلى مجلس الوزراء في الشق الاقتصادي أيضا كان هناك حديثا عن الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج وكان ليهم طلبات بالنسبة للشركة كانوا متحمسين للمشاركة في هذه الشركة سواء كصغار أو كبار مستثمرين وكانوا متحمسين إلى أن هذه الشركة أيضا تفتح أو تفتح أبوابها لانضمام أكبر قدر من المستثمرين بما فيهم المستثمرين الأجانب في هذه الشركة وده علشان يبقى في حراك في عملية تداول العمولات الصعبة وما إلى ذلك ويبقى فيه ثراء لأن احنا بنتكلم على استثمارات مباشرة خارجية فده معناه أنه هيبقى فيه المزيد من الموضوعات والمجالات اللي ممكن تبقى ذات احتياج في السوق المصري